قبل ما أطلع لفاصل بقى خلينا أخذ حضراتكم في جولة سريعة ليه علاقة قصة متحور ما عرفه أو أطلق عليه متحور يوم القيامة بتاع الكورونا أولاً هو إيه مصدر التسمية دي متحور يوم القيامة هي كتبت واحدة من الصحف وعليه نقلتها عدد من الصحف الأخرى عالمياً فبالتالي الموضوع بدأ يعمل رعب لبعض الناس المتحور الجديد هو متحور من عائلة أوميكرون لو بنتكلم على أنه من عائلة أوميكرون اسمه بي أف سبعة لو بنتكلم على أنه متحور جديد في عائلة كوفيد بصفة عامة المسمى العلمي بتاعه أكس بي 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 بوينت واحد بوينت خمسة بعيداً عن القصة والتفاصيل الملاش لازمة دي هو الموضوع خطير؟ رعب يعني؟ لا ليس كما تصوره الصحف ده مش كلامي ده كلام الأطباء والمتخصصين اللي بيقولوا إيه؟ بيقولوا أنه حتى الآن حتى الآن إيه اللي معروف عن المتحور ده؟ إنه واحد من المتحورات من عائلة أوميكرون التحدي اللي يبدو أنه هو موجود أنه أسرع انتشاراً ده واحد التحدي التاني هو إنه البعض بيقول قد يكون لسه لم يؤكد قد يكون المتحور الجديد ده بيقدر يفوت من الأجسام المضادة اللي ممكن تكون موجودة عند الإنسان واخد اللقاح أو جالوا آآ كورونا بصفة عامة أو أوميكرون بصفة خاصة قبل كده؟ طيب التحديين دول بيقولوا أنه خبارة بيض إحنا قدام تحدي جديد أو يعني حاجة صعبة؟ لا حتى الآن بالرغم من الطافرة في الأرقام الإصابات اللي موجودة في الصين على سبيل المثال إلا أنه قصاد ده مفيش مثلاً حجم وفيات أعلى بكتير من المتحورات الأخرى كله في الأرقام الطبيعية اللي كانت موجودة سابقاً هل هو أشد في أعراضه؟ لا حتى الآن لم يؤكد هذا الأمر أدي قدام حضراتكم عدد من المواقع اللي لو مرنا عليها تعالوا نقف مثلاً عند بريطانيا بريطانيا أرقامها وبياناتها بتقول أنه المتحور الجديد ده بقى بيصيب واحد من كل خمسة وعشرين واحد بيجي لهم كورونا في المملكة المتحدة طب هل الموضوع خطر؟ الحقيقة لا لكن الألق اللي موجود سواء في بريطانيا أو في أمريكا مثلاً هو من سرعة الانتشار خوفاً من أنه سرعة الانتشار دي تخليهم يرجعوا إلى الخنة صفر مرة تانية حط بقى قيود ويقفل والبس الكمامة وتباعد اجتماعي والكلام اللي إيه؟ الأجواء اللي الناس عاشتها من عشرين عشرين لحد نهايات تقريباً عشرين واحد وعشرين